وربما زي ما احنا كلنا عارفين ان مجلس امناء الحوار الوطني عقد جلسته الخامسة يوم امس في مقرر الاكاديمية الوطنية للتدريب استقر هذا الاجتماع انه هو يجتمع على اختيار 12 مقرر ومقرر مساعد للمحاور التلاتة الاساسية بجانب لجانب المحور السياسي بالحوار الوطني طبعا ده ضمن الجلسات الفعلية للحوار اللي بتهدف للوصول لمخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري بشكل عام ما بين كل الاطياف السياسية قليل اتعرف اكتر على تفاصيل اللي حدث امبارح من الدكتور طلعت عبدالقاوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني اللي مشارفنا النهاردة في السوديو سبع القرية مصر اهلا بحضر اهلا بحضر اهلا بحضر اهلا بحضر اهلا بحضر اهلا بحضر دكتور طلعت دكتور ايه اللي تم تحديدا امبارح في الجلسة الخامسة يعني ايه اختيار مقرر ومقرر مساعد وما هي اللجان الاضافية واللجان الاضافية دي حتفيدنانا كمواطن في ايه يعني الاولانية كانت لجان سياسية بتبحث مخرجات الحوار بشكل عام اللجان الاخرى فهمت ان ليها فايدة على المواطن افهم من ده ايه بص حدك يا طبعا هو احنا دخلنا الفترة الاولانية كلها الاربع جلسات الماضية كانت جلسات اجرائية لوجستية حددنا فيها الليحة المجلس الامناء لنا ليحة لنا مساق واتفقنا على الفيتات محاور حيضها يعني حيعمل عليهم الحوار فيها المحور السياسي المحور الاختصاطي المحور الاجتماعي وديه تبقى للمادة 18 من الليحة المجلس الامناء اصبع علينا مسؤولية جديدة هي ان احنا بنحدد بكل محور عدد من الليجان النوعية يعني فيه لجنة وهذا يبقى بصق من الليجان النوعية فاحنا عندنا كانت تلات محاور محاور السياسي تلع منه تلات موضوعات او تلات لجان اساسية نمرة واحد الحزاب السياسية والتمثيل النيابي ومبشر الحوال السياسية اتنين المحليات بنتكلم على تلاتة حوال انسان ده بالنسبة للمحور السياسي المحور الاجتماعي فيه بينبسط منه موضوعات التعليم الصحة القضية السكانية الاسرة وتمسك المجتمع الهوية والثقافة المصرية المحور الاقتصادي والمحور الاخيري بانبسط منه عدة موضوعات بنتكلم فيه التضخم والغلاء الزراعة الصناعة الاستثمار الداخلي والمحلي الديون القارجية ملكية الدولة جميل دي كلها موضوعات طيب اصبح اندخلنا خلصنا للمرحلة تيجد فيه الجلسات السابقة وصلنا لكل محور او كل موضوع من الموضوعات اللي انا قلت عليهم 15 موضوع وفيه ثلاث محاول رئيسية اصبح لنزالة الزمن علينا ان احنا بنحدد كل محور بيبقى ليه مقرر ومقرر مساعد اهمنا كده وكل موضوع من الموضوعات الخامسة اللي انا قلتها هيكون ليه مقرر ومقرر مساعد امبارح كنا بنعكف على ان احنا نبدأ نسمي المقررين سواء للمحاول التلاتة او للمقررين ومساعدين للموضوعات الخامسة امبارح يعني طبعا استغرقنا حوال 6 ساعات هو اكثر انتهى الامر الى ان احنا حددنا المقررين للمحاول التلاتة يعني مقرر ومقرر مساعد يعني 6 وبارح انتهينا ايضا من المحور السياسي اللي هو ثلاث موضوعات عملنا محور ومقرر ومقرر مساعد يبقى كده المجموعة امبارح 12 اللجنة اطيافها السياسية مختلفة الاختيار مبارح للمقررين والمقررين مساعدين كان بالاجماع كيف اجمع الجميع برغم اختلافاتهم السياسية او اطيافهم مش اختلافاتهم اطيافهم السياسية مختلفة احنا اخدنا مبدأ حضرتك من اول ما بدأنا ان احنا بنعمل التوافق نعم دي مسألة احنا التوافق اتفقنا عليها فاحنا دائما نبالح كنا بنعمل ازاي فيه سابقة هو كان تبقى للمدة 18 اللي يبقى نقص على ان المنصق العام اللي هو السيد دكتور دي ارشوان هو اللي كان منوط به ان يعني يحدد اسماء المقررين ومقررين المساعدين ويعرضها على المجلس للموافقة عليها ولكن اللي هو دكتور دياء والامانات الفنية رأوا ان احنا يتعرض علينا مجموعة اسماء عدد ليس قليل من اسماء ملف ضخم جدا في اسماء كلها المطروحة سواء اللي جاية من الكينات المؤسسات النقابات واعتقد ان ده سيناريو الافضل طبعا سيناريو ديمقراطي ففعلا نتعرض علينا اسماء وكنا قدام كل اسم نقض مساحة من الوقت وطبعا بنراعي التوازنات ومنراعي ايضا الجهات اللي هي رشحت يعني انا مقدرش حزب معين هو مثلا دفع بمجموعة من العناصر عشان تبقى مقررهم مقدرش ياخد كل اللي جايين من حزب واحد او من طيار واحد او من اتجاه واحد عشان الشفافية وعشان التوازن وارضو رأينا حاجة جيدة جدا مبارح الجندر رأينا النقل الاجتماعي هتلاقي في ميل وفي ميل طبعا فيه سيدات وفي رجال رأينا برضو الشباب يعني فيه البرلمان العزاب السياسي لا تم مرعاها بشكل جيد هي مهمة مش سهلة طبعا وطبعا اصعب حاجة ان انسان يختار واعتقد انها بقت يمكن طبعا زي بحراج بتقول هي مش مهمة بقيتش سهلة او ما كانتش سهلة ولكن بقت اسهل من دي قبل اللي تواجد الشباب ولكفائتهم واللي طبعا يعني احنا تخطينا مرحلة تمكين المرأة احنا ما شاء الله الستات دلوقتي لا الحمد لله في اماكن جيدة جدا فاعتقد ان ده ساعد ان بعد ما احنا شفنا بنفسنا الكفاءات المختلفة والانجزات المختلفة اللي بتقوم بها السيدات او الشباب وتأهلهم بما فيه الكفاية اعتقد ده بقى بيسهل بسهل جدا جدا وقصة ان احنا عندنا كفاءات يعني احنا يبقى دايما اللي عنصر قدنا هو الكفاهة للأصل يعني احنا نحط الكفاءات في الاول ثم ننطلق الى موضوع النوع الاجتماعي او موضوع السن ومشابه زالي ولكن عندنا القصل وقلنا نحصل حتى كنا حارسين لو كان المقرر مثلا شخصية سياسية كبيرة مرموقة في السن الكبير ادفع معا حد من الشباب بفيد نوعنا مع التواصل والخبرات وتبادل الخبرات والتماسك يعني طب خلينا ناخد القضايا المجتمعية ربما دا اللي هميني يعني احنا عارفين القرارة الاقتصادية عارفين القضايا السياسية ربما هي اكتر تداولا على الساحة يعني حوار الوطن حيناء ايش ايه في القضايا المجتمعية ده مرضو سؤال غريب يعني عند المواطن لا لا ده الحوار او المحور الاجتماعي ده غاية في الاهمية وحلى خاصولك هو خمس موضوعات ونفعد قصد كل موضوع لمد السرغاني اما اكتر اتكلم عن التعليم هو احنا نقدر البناء الدولة ممكن تبنى الا بتعليم صحيح صحيح يبقى احنا النهاردة قاتلة التعليم هي التي تخلها الدولة المصرية ادي واحد اتنين الصحة هو احنا نقدر النهاردة يبقى احنا نعايشين النهاردة الا ان احنا عايزين ندفع وندعم الصحة صحية المواطن المصري لشيء كبير جدا جدا ووجهة الامراض سواء الامراض الوقائية او امراض المزمنة او غير مزمنة او دي مسألة غريطة في الاهمية دي ما جعل لغريطة في الاهمية واخطتنا في الصحة واستراتيجية الصحة ده ملف جبيل قوي ملف الوقائي الملف العلاجي التأمين الصحي الشامل ده ملف ضخم جدا المستثمارات تضخل الصحة صحيح ادي التاني التالت اما نكلمها القضيه السكانية ام المشاكل صباح هي القضية المحورية الأولى في الدولة المصرية اللي هو الخلل ما بين معدل نموه السكاني والموارد المتاح القضايا السكانية الحوار لازم يطلع بشكل معين يعني يحول هذه القضية من قضية حكومية إلى قضية مجتمعية المجتمع كله يشارك فيها ضبط معدل نموه السكاني رفع خصائق السكان عادة توزيع السكان استراتيجية عندنا مشروع قومة لتنمية الأسرة طبعا دي كلها دي مطلبة القضايا السكانية رابع حاجة الأسرة وتماسك المجتمع تقريبا كلنا دون مغالاة أو دون مبلغة مش راضين على وضع الأسرة المصرية حاليا وعلى عدم التماسك احنا عايزين نعيد الأسرة المصرية إلى وضعها الطبيعي الأسرة اللي احنا كنا دائما بنعتز بيها وبنفقر بيها وكلنا انتمأنا لها الأسرة ده شيء جهد لإرتفاع حالات الطلاق أحوال الشخص كلها عايزين موضعات ملفات غاية في الأهمية وغاية في الخطورة الموضوع اللي هو الخامس موضوع الهوية والثقافة المصرية الهوية أنا عايزين نعيد الشباب أن مصر دي حاجة كبيرة أول أنت مقلب دولة المصرية الهوية المصرية نعتزد كلنا بيه أننا نقول أنا مصري دي تخليك تبقى تبقى رفع رأسك كده ونتقول أنا مصري عالم مصر أما يرفع كلنا كلنا نقفله ونحييه ونعتزب ده هويتنا دي شيء مهم جدا أنا مصري دي أولة مشؤولة حضارة 7000 سنة مصر لصدارة العلم وصدارة كل حاجة للدول العربية والدول الأفريقية لازم نعيد الهوية عايز الشاب ينتمي دولته يبقى غيور على بلده غيور على ثقافته غيور على أنه مصري دي كلها مسائل طيب محور الاجتماعي منعكس دي نعكف أن نحن يطلع محور يطلع منه منتجات ويمكن حالك حتسألوني سؤال حضاركم يمكن ما سأقولتهوش تبالحس ألوانا طيب شاشتاء مزيعة طيب إحنا عمت نواري حضاركم نوارنا والله إحنا كل ده في مرحلة الجلسات التحضيرية متى يبدأ الحياة؟ الله سننتهي من المقررين والمقررين والمساعدين ثم نحدد بشكل دقيق برضو الشخصيات التي ستدعى إلى الحوار الحوار لا يتحول إلى مكلمة أو موضوعات خطب مثلا أو إنشاء الحوار لازم يكون هادف وناء ليه جاية الحوار نرحب الجميع بس ليه جاي مع مثلا موضوع معين مع أطروحة مع ورقة عمل مع رؤية يمثل مثلا التعونيات يمثل النقابات المهنية يمثل أطباء حضايا بجد مش كلام للاستهلاك المحلي أو كلام لزوم الترند لا لا إحنا مش ما عندناش رفاهية وقت لأن في الآخر حضرتك حتقلتها وبعدي كده هيحصل بعد كده هيحصل أن كل مجموعة عمل وكل ورشة مكلفة ستخرج متصور إما أولا التصور ده هيرفع لفخمة رئيس الجمهورية وهو طلب حوار وطني وقال أنا أتابع شخصيا هذا الحوار الحوار ده ينتج عنه أنه نطلع منتج والمنتج ده هيصل فيه قلنا إيه ما تناقشنا في مجلس الأمناء طيب إحنا اختلفنا في قضية من القضايا ممكن إحنا الثلاثة وحنا عادينا دلوقتي نختلف في القضايا صحيح حضرتك قلت رأي وحضرتك قلت رأي وانا قلت رأي والثلاث أراء أراء وجيها ترفع للرئيس بشكلها نتوقع تكون حاجة بقيمة وقدر اللجنة الموجودة والمشاركين في الحوار الوطني الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني سعيدنا وشرفنا بقيمة حررتك معنا أهلا وسلم كان نفسنا نوع بمحرك أكتر من كده لكن لأسف ده أهمنا الوقت احنا بشكرك مرة تانية